مع حضراتكم دلوقتي إلى تقرير وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحليل المياه بالتكامل مع المنظومة الحالية لإستخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهدفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة خطط الدولة في مجال تحليل مياه البحر خلال الاجتماع طبعا سيد رئيس أكد وعلى تعزيز سير العمل في شبكة الطرق ومتابعته شبكة طرق السعيد تحديدا وبالسمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق في غرب القاهرة وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها لاستيعاب حركة المواطنين المزيد في سياق التقرير التالي ثم نعود للتعليق حاليا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرية والدكتور أهل السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واسط صلح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والسيد ناصر خليفة رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناور استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه الناقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلطة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحليات المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهدف لتحقيق أقصى استغلال ممكن سواء بمحطات المعالجة والتحلية والتوسع في نظم الري الحديث والتنقيات الزراعية المتطورة والإدارة الرشيدة للمياه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتمع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق جبل عتاق الجديد وشبكة طرق الصعيد لسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى خاصة في محافظة الجيزة حيث وجه السيد الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة كذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها وذلك لاستيعاب حركة المواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية مثل مشروع تطوير مطار العالمين الدولي وما يضمه من صلاة ومرافق حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية اشتركوا في القناة